موسيقى اهلا وسهلا سيد اسلام تفضلوا تفضلوا بحب عرفك على مرتي الاكبر سنن بين نسواني دكتور اهلا وسهلا مدام تشرفنا بحب عرفك على هالبنوتي ايه سبق وتعرفنا على بعض المرة الماضية هاي مرتك الاصغر سنن ما هيك لا دكتور لا هاي غير وحدة حضرتها بتكون بنت مرتي لاكبر سنن انا تزوجتها ارمالي دكتور اهلا اهلا تشرفنا عنا مشكلة دكتور اليش بيجي منك الا المشاكل سيد اسلام تفضلوا تفضلوا اهلا اهلا تشرفنا خبرني شو المشكلة يا سيدي ابي الله يحفظو لما شاف بنت مرتي حبها للبنت كتير اليش لا صار جدها وطبيعي بدو يحبها ويعطني فيها لا دكتور حب من شكل تاني حبها حب زواج ايه الله لاي ايمو ولاي ايمك كمان تضرع بهالشكل ايه بلشنا بالاهانات دكتور ايه العفو العفو ما قدرت امسك نفسي فرحنا زوجنا البنت على سنة الله ورسوله سترة الوئلها وهيك يا دكتور صار ابي صخري وانا صرت حما ابي ايه با وبعدين ولما زوجتي هاي ولدت ولد صار الولد حفيد ابي ايه وبما انه ابني هو اخو مرت ابي اللي هي خالته صار ابني خالي ايه ولما ولدت زوجة ابي هاي صار المولود اخي من ابي وبنفس الوقت حفيدي لانه حفيز زوجتي الاكبر سنة من بلتها دكتور ايه وبما انه زوجتي صارت جدة اخي اللي زغير صارت بالتالي ستي وانا حفيزها وهيك بيكون انا صرت زوج ستي العمى بقلبك دوختني الله يدوخه اكتر مما انت دوخان يا سيد اسلام ولك شو اللخبطة هاي وشو المطلوب مني هلا قصدي مساعدتك دكتور بشو يا سيدي اخي وحفيدي اللي هو ابن ابي من بنت مرتي الاكبر سنة حاب بنتي من مرتي التانية وهلا حابين يتزوجوا على سنة الله ورسوله وانا شو خصني بسنة الله ورسوله سيد اسلام في عندك شرع يحكم يا اخي نحنا بدنا اياك تفحص الدم تابعون دكتور بتشوف اذا بيوافق لانه خايفين القرابة بتأثر عن نسل ايه بحسب ما انا فهمت ما في قربي لانه ابن صهرك يعني ابن ابوك اللي انت حماق وهو من بنت مرتك الارملي يعني مش منك وابن مرتك التانية هو من صلبك معناتها طبيا جائز ايه ايه دكتور بس مرتك الاكبر سنة بتكون خالتها لمرتي التانية وابوها بيصير ابوه لابو مرتك التانية سيد اسلام الشغلة معقدة كتير ومخي ما بيستوعب روح اسأل بالعصفورية يا اخي يمكن يشوفولك حلل هالموضوع ايه ليش لا منروح دكتور منروح لومه من نرف مرتك الى اللتمام باوها باوه بيصير شكرا